الرسالة كلنا سوا مدعوين تنكون رسل انت مسيحي انت نبي انت كاهن انت مرسل نبيا اللي كان يحمل كلمة الله وينقلها للبشرية ويكون عندهم خيرين اما تمشي بطريق الله وتحية اما تمشي بطريق الضلال وتموت ولهيك نحنا بدنا ننقل هالكلمة وما بدنا نخاف من نقل كلمة الحق بدنا نكون كاهني عم نحمل الخدمة كل واحد بالمقدور يلي بيقدر عليه وساعتها بنفهم انه احنا قربين مؤدم على مسبح الحياة على مسبح الرب مريم بس بشرها الملاك ما قالت خلي الملاك يجوا يخدموني انطلقت الى خدمة قليصابات من دون ما قليصابات تبعت وراءها ومن دون ملاك يرسله لهيك الانسان المليان من الله انسان بينطلق الى خدمة خيه يسوع بوقت العماد من بعد ما حل الروح القدس عليه ومن بعد ما اخد صوت القاب بس سمعه انت ابن الحبيب الذي عنه رضيط انطلق الى البريه قاده الروح من بعد البرية من بعد الصلاة انطلق الى البشارة الى كل فئات المجتمع الى المفكرين مثل نيقوديموس الى الاطفال الى الخطأة مثل الزاني المجدلي الى كل الناس هو هم يعمل رسالة ما قال وقت ما كانوا بالبرية في خمس تلاف رجال ما عاد النساء والأولاد انا ما بدي طعميهم انا ما بيهتم الا بكلمة الله حول ببركته بيقوته هالخمس خبزات وسامكتين الى اعداد كتير كبيرة تحتى يطعم الكل ما قال بس اجوا لعند المرضى تحتى يلمسوا ولو هدب ردائه بعدوا عني انا ما بيهتم بالامراض الجسدية شفى الامراض الجسدية شفى الامراض الروحية كان جاهز لكل خدمة وحمل الكلم للكل هل قد كان محبب بحضوره لرجدوا الاطفال عليه ما خافوا منه ومن ثم تهيت رسالته انه يكون شهيد حق على الصليب ومن على الصليب سامح ومات يسوع مرتاح لانه سامح ومن ثم هو القائم من بين الاموات عطى للحياة معنا كل واحد مننا ما بيقدر يكون مرسل ليسوع من دون ما يكون يعرف يسوع كي بدي يخبر عن حدا ما بعرفه لهيك الصلاة الى اهميته ونحن بنعرف انه الكنيسة هي جسد ومثل ما اللي ايد بدأ تقدر تتحرك تتخدم بدي يكون عنده علاقة مع الرأس نحن ما بنقدر نكون عم نخدم من دون ما يكون عندنا علاقة مع رأس الكنيسة مع يسوع المسيح بدي احمل يسوع بدي اتعرف عليه بدي اتعرف عليه بدي يقرأ عنه بدي اسمع صوته عم يحكيني بمن داخلي عم يحكيني بالكتاب المقدس ساعتها بحمل للاخرين يسوع المسيح ومثل ما بيقول عنا القديس بولوس انتم رائحة المسيح العزبة دق بالله بتطلع ريحة الله وبوصل هيد الريحة الى الاخرين اشتركوا في القناة